السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وسهلا بكم في درس جديد من دور التعليم وفي هذا الدرس متابع بناء الخاص بناء ففي ملف products.js سابدأ بكتابة h1 slash h1 products طبعا لدينا هنا ثم div slash div و class name يسعي row بعد ذلك سنقوم بكتابة div class name يسعي column اربعة وهذا سأكرر الموضوع اقترنا مرة او نترك التكرار الى بعد قليل الان كما نلاحظ هنا انا استخدم component باسم card فمن bootstrap سأقوم بعمل هنا اذا نسق بهذا الشكل طبعا لا نحتاج style هنا اه امج طبعا سأحتاج اعمال لها بهذا الشكل و سأقوم بترتيب الكود بعض الشيء اذا ما لدينا هنا كارد كارد بهذه الطريقة اذا لا يوجد لنا اية مشكلة الان سأقوم بنسخ مجلد الصور من المشروع القديم اذا هنا كارد هذا الشكل وهنا اذا ضمن وجودة public paste ضمن source سأقوم بكتابة slash 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 one dot jbj كمان هو احد الصور الموجودة لدينا هنا الان في حال انتقلنا نلاحظ اذا ان انا قضربنا بشكل كبير ل التمبلت الذي نريد لدينا هنا في description نلاحظ لدينا هنا اه اذا السعر نقوم بوضعه ثم لدينا هنا في الزر اذا details كما نلوحظ اذا لا يوجد مشكلة details و الصورة لا يوجد لدينا اذا اية مشاكل سأقوم الان بانشاء مجلد باسم components هنا اذا components سأقوم بانشاء component باسم اه مثلا product item dot js هنا سنحتاج طبعا لعمل import react وايضا سنحتاج لعمل export default default function هنا سأقوم بطرق فقط card اذا اذا ر نعمل ، نعمل اذا نعمل نعمل اذا نعمل نعمل اذا اذا نعمل importa لدينا ليك مشكلة. هنا سأقوم بتغيير اسم الى. الان هنا سأقوم بحسر كل هذا. سأقوم باستخدام الكمبونت. ايتم طبعا سنحتاج بعمل ايمبورت له. اذا ايمبورت. ايتم ملاحظ اذا كل شيء يعمل بشكل ناجح. وفي حال اردنا ممكن ان نقوم بتجربة تكرار الاستخدام الكمبونت بهذا الشكل. ونواحظ اذا لا يوجد اي مشاكل واقتربنا بشكل كبير للتمبلت الذي. الذي نريد. وبهذا الشكل سنكتفي لهذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.